اوه السيدة مليالي من القاهرة تتفضل ازايك الشيخ نعمل ايه سيما عليك نعمل الحمد لله بقول لحضرتك ايه شيخ معلش اسمع استحملني دقيقة واحدة بس يا ستة ايه بس استحملك انت اتشرفي تفضلي انا بلاي خليك انا اهلي جوزوني عرفي اول مرة تمام كنت تحت السن يعني كان جوازك ده تحت السن يعني او انجبت ولد معي عمره ست سنين معين معلش عشان استاذ امليالي بدل انت ستألتيني على اوه لازم فيه شوية حاجة تسألك عنها انت دلوقتي جوزتي عرفي ان انت كنت اصغر من السن وسننوك اه لا لا كان عندي عشرين سنة هم اللي جوزوكي موسقوش الجواز لسبب ما كملي طيب تمام فجبت ولد تمام فلانا جوزت وسبني ومشى ما معرفش عمنا حاجة حلو كلام فابني دلوقتي امي وابويا ابنك ايه ابنك ايه معلش ابنك ايه اتكتب باسم امي وابويا ايه اللغبطة ده ايه اللغبطة ده باسم موما وبابا طيب وبعدين ودلوقتي الولد عايز يقعد معايا وهم مش راديين وانا جوزتي تاني مرة شارعي عند المأزون وجوزي مش معترض ان أبني يقعد معايا هعمل ايه يا شيخ وابني عايز يقعد معايا وهم واخدين ومش عايزين يقعد معايا حسب الله أنه يعمل وكيل في اللي حصل يعني يعني حسب الله أنه يعمل وكيل في والد حضرتك مرتين أول حاجة أنه يرضي يجوز الجواز عرفي ده عبس وهو يبدو والله أعلم أنه كان عايز ياخد الولد أنا منفعل ليه؟ لأن كلام ده يحصل فيه عبس ويحصل فيه تبني ويحصل فيه عبس واختلاط أنساء إزاي واحدة ده يبقى ابنها في لحظة يبقى أخوها طيب والدك لو انتقل الولد ده هتا يعمل إيه؟ هنعمل إيه في المراس؟ لا ابنك يكتب باسمك والورق اللي معاكي أو الإثباتات اللي معاكي يصح أنه يثبت بويا النسب لكن حضرتك ما كلمتنيش عن مصيبة أخرى إيه المصيبة الأخرى دي؟ إن حضرتك لو قلنا أن الولد ده كان متجوز جوازه واضح بدل زوجك موجود وحصل جواز مكتمل الأركان فأنت زوجة دلوقتي زوجة للراجل اللي أنت أنجبتي منه ده لأن إحنا أبدا مش هنحكم على الجواز ده بأنه حرام لو كان مكتمل الشروط والأركان فخلاص أنت جوزتي بشهود وبولي وبكل حاجة وما وسقتيش الجواز تروح توسقي الجواز أول حاجة تثبتي نسب الولد ده إذا كان الجواز مكتمل الأركان والشروط وإذا كنت سمعاني إذا كنت سمعاني لو سمحت ترجعي تاني لأن أنا عايز أتأكد من ده عايز أتأكد من إيه؟ إن الجواز ده اكتملت أركانه وشروطه فإذا كانت الجواز الأولاني ده اكتملت أركانه وشروطه فانت متجوزها هتتجوز تاني إزاي؟ مش الأول الزوج الأولاني ده تنتهي الزوجية بتاعته إحنا عندنا ولد فمش هنقدر نعتبر أن الزوجية ده كانت حرام والولد ده والولد ده جي من سفاح لا لو كان مكتمل أركانه وشروط ده فيبقى الولد ده ابن الراجل ده وينسب إليه وينسب إليك واللي عمل والدك ده حرام لأنه شكل من أشكال التبني وشكل من أشكال خلط الأنساب لأن ابنك ده هو ابن بنتي ما ينفعش يبقى ابنه عشان ما يختلطش في مسألة المراس وانتظري ما تزواجيش تاني غير لما نشوف مسألة الآيه الزواج الأول ده ويريد تعيد الاتصال بنا تاني عشان نعرف إيه التفاصيل دي معنا أم محمد ألو ألو السلام عليكم عليكم سلام عليكم معلش لو سمحتوا في الكنترول لو تعرفوا تجيبوا تليفونه ملالي ده تلوا سمحتوا لازم لأن هي لازم تجينا على دار الإفتة لأن المسألة ما هي السهلة يا ملالي مسألة ما هي السهلة لازم تجينا على دار الإفتة لأن المسألة فيها تحقيق ويريد تجي أنت والدك كمان لأن الكلام ده كلام ما ينفعش لأجو الشرع ترجمة نانسي قنقر